ترجمة نانسي قنقر سواء كان شخصا أو شركة على أن تدفع ثمنها مقصطا كأن يكون ثمن السيارة نقدا خمسين ألفا وثمنها بالتقصيط ستين ألفا فتختار الشراء بالتقصيط فهذا جائز لا حرج فيه دليل ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على أقصات الصورة الثانية أن تشتري سيارة ممن لا يملكها وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك على أن تسدد المبلغ له مقصة مع زيادة كي يكون ثمن السيارة في المعرض خمسين ألفا فتطلب شراءها من جهة فتقوم هذه الجهة بدفع ثمن خمسين ألفا للمعرض على أن تسدد لها ستين ألفا بالتقصيد فهذا من الربى المحرم لأن حقيقة هذا العقد أن هذه الجهة سواء كان فردا أو بنكا أو شركة قد أقرضتك قرضا ربويا بفائدة ولم تشتري شيئا في الحقيقة لنفسها ليصح بيعه لك ولهذا لو فرض أن البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه ثم باعها عليك بالتقصيد بثمن أعلى مؤجل بدون شرط سابق ملزم بالشراء فلا حرج في ذلك فلا بد من توافر الشروط الآتية لشراء سيارة ونحوها بالتقصيد من البنك أولا أن يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل إلى حيازته ثم يبيعها بعد ذلك ولا يجوز بيعها قبل أن تكون في حيازته ثانيا أن لا يكون هناك شرط ملزم من البنك بأن يشتريها العميل قبل أن يتملكها البنك ثالثا أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقصاد لأن ذلك ربا محرم لكن يجوز للبنك أن يحتاط لنفسه برهن السيارة أو الاحتفاظ بوثيقة العقد والاستمارة حتى ينتهي العميل من سداد الأقصاد نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الرزق الحسن وأن يكفينا بحلاله عن حرامه يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أية مسابقة فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز الشرط الثاني أن لا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس فذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فإن كان سيسفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس